السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت نماذج أسئلة قواعد اللغة العربية للصف الثالث متوسط نماذج أسئلة عن عدة مواضيع هذا الموضوع الأول هو أبواب الأفعال الثلاثية أبواب الأفعال الثلاثية السؤال سؤال أول لا ترضي بالباطل وأنفعك وعليك بالتسامح وقبول الآخر لأنهما يدلان على تحذرك والسمو تفكيرك فأسع دوما إليهما ما تحته خط مصادر اذكر أفعالها الماضية المصدر قبول عندنا هذه قبول الفعل الماضي قبله السمو سما دوما داما استبدل كل فعل من الأفعال الآتية مصدر هاجل بحر هياجل بكى الطفل بكاء رحل الحزن رحيلا صامى المؤمن صياما صلى السيف صليلا يبقى أن يخذونها سكرين يقول ما مصدر الفعل سفر في الجملتين وما هو سبب اختلافه في كل جملة سفر الزرع سفر الطائر سفر الزرع سفر المصدر مالتا لأنه فعل يدل على لون سفر الطائر صفير لأنه الفعل يدل على صوت يعني هاي سفر وهذه سفر الطائر قال تعالى من عمله صالحا في لنفسي ضع مصدر من الفعل الذي تحته خط في الآية الكريمة عمله سيصير عملا استعمل الوزن فعيل في صياغة مصدر مصدرين مرة يدل على صوت ومرة يدل على سير هدير يدل على صوت دبيب يدل على سير اعرب ما تحته خط ما معطى اخوك جائزة اخوك نائب فاعل فقد سدم سد الخبر مرفوع بالواو لأنه من الاسماء الخمسة وهم اضاف والكاف ضمير منتصل مبني في محجر بالاضافة عين الاسم المشتق وبين نوعه ثم اعرب معموله ما عاشه من عاشه مذموما خلائقه مذموما اسم مفعول خلائقه نائب فاعل مرفوع بالضمم حول الفعل مبني المجهول فيما يتيلا اسم مفعول بحث يكون عاملا ثم اعرب معموله اتقن محمد صنع الجهاز الكهرباء مام اتقن محمد صنع الجهاز الكهرباء محمد مفعوله نائب فاعل مرفوع علامة رفعه وقد سده مسد الخبر يعني محمد مفعوله هو نائب فاعل ضع مكان الفعل في الجملة الآتية اسم مفعول واضبط الجملة بالشكل الوطن يعزز بالوحدة الوطنية الوطن معزز بالوحدة الوطنية هات مصدرين على وزن فعال مرة يدل على مرف ومرة اخرى يدل على صوت زكام يدل على مرف نباح يدل على صوت علل اختلاف وزن صوما صيام علما ان كل منهما مصدر للفعل صوما صوما لان فعل ثلاثي لازم محتل الوسط صيام لان مصدر الفعل الثلاثي دل على الامتناء ما مصدر الفعل صهيل وما وزنه مصدر وما وزن مصدر وما سبب اختيارك لهذا الوزن صهل صهيل وزنه فعيل لانه فعل ثلاثي يدل على صوت هات مصدر الافعال الآتي ذاكرا سبب مجيء المصدر على الوزن الذي ترى وصولا وصل فصاحة فصحة ساسة سياسة رعفة رعافا حولة حولة علمه علما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين استخرج الاسم الفاعل وما سبب عمله اعرابا مفصلا دائبين اسم فاعل سبب عمله نكرة حال دائبين حال منصوب وعلامة نصبه لأنه مثنم استخرج اسم الفاعل وارد فيما يأتي ذاكرا سبب عمله الطبيب باذل جهدا اسم الفاعل باذل يا قارئ قصيلة السياب يا قارئ طبعا يا باذل لأنه نكرة واقع خبر باذل الطبيب مبتدأ وباذل خبر يا قارئ قصيلة السياب قارئ سبب عمله لأنه نكرة منادة يا حرف نداء المنجز عمله محترم المنجز لأنه محلى بأل قال تعالى والكاذمين بالغيظ والعافين عن الناس ما سبب مجيء اسم الفاعل على هذه الوزن وما سبب عمله الكاذمين اسم فاعل لأنه فعل ثلاثي كاذم كاذم لأنه محلى بأل استخرج معمول اسم الفاعل ذاكرا أعرابه رجع الجندي يرافعا رأسه ما مسافر عليه وما جاء في هذه الوثيقة كافل تحقيقها المعمول رئيس أعرابه مفعول به لإسم الفاعل منصوب بالفتحة علي فاعل لإسم الفاعل بالضم تحقيق مفعول به لإسم الفاعل منصوب بالفتحة اشتق اسم الفاعل مرة نكرة وأخرى معرفة من الفعل قضى قاض نكرة القاضي معرفة استخرج اسم الفاعل الوارد في الآيات القرآنية وفعله الذي اشتق منه قال تعالى رب اجعل هذا البلد آمنا قال تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق خلنا نشوف أول وحدة رب اجعل هذا البلد آمنا فاعل أمنا ما عندكم ينفذ وما عند الله باق بقى قال تعالى ساعة لآتي لآتي أتا قال تعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا 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 بطلا قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك نعم مشرك أشرك ما هي مؤلفات الشاعر بدر شاكر السياب أزهار ذابلة نشولة المطر أساطير معبد الغريق منزل الأفنان شناشيل علل كرر بند الحيدري أن الشرطية في عبارات قصيلته ما الغاية والهدف من هذا التكرار ليبين أن رجوع الأب هو رجوع لطيف في الحلم واستحالة الرجوع الجسدي على الرغم من الخلود الروحي علل استعمر بند الحيدري في قصيلته العبارات المجزة الجزلة لكي يوصل الفكرة بشكل بسيط ومجزة لمن قصيلة فكر بغيرك ومن الذي جسده الشاعر في قصيلته تكتب أربعة أبيات بنا الشاعر محمود درويش قصيلته فكر بغيرك وتختار أربعة أبيات لهنا ويخلص مرشحاتنا وإن شاء الله التوفيق